مئات المختطفين والمخفيين قسراً في سجون ميليشيا الحوثي ومثلهم في سجون تشرف عليها قوات موالية للإمارات يعيشون أوضاعاً صعبة في شهر رمضان ومأساة متواصلة منذ أعوام يعيش بعضهم رمضانه الخامس خلف قضبان ميليشيا الحوثي فيما مر على آخرين أكثر من ثلاثة أعوام في سجون التحالف تتفاقم معاناة هؤلاء المختطفين وأهاليهم في ظل تجاهل من قبل الحكومة والمجتمع الدوري قضية منسية إلى من متابعة واهتمام الأهالي ورابطة أمهات المختطفين تقضي الأمهات جل أوقاتهم أمام بيوت ومقرات المسؤولين الحكوميين والمنظمات الأممية والحقوقية لالتماس حل قريب أو مساعدة قد تأتي إلا أن هذا الحل بقي مستعصياً لسنوات في عدن يشكو ذو المختطفين من انقطاع التواصل مع ذويهم في المعتقلات وغياب الأخبار المتعلقة بمصائرهم متوجهين بمناشداتهم لرئاسة الجمهورية والحكومة بالإفراج عن جميع المختطفين والمخفين قسراً في شهر رمضان أو على الأقل إحالتهم للمحاكمة لكن أصواتهن لم تصل إلى الرئيس البعيد عن الوطن ومعاناة مواطنيه تبدو الصورة أكثر قتامة في سجون ميليشيا الحوثي حيث يواجه المختطفون نوبات تعذيب مستمرة ووحشية قادت الكثير منهم إلى الموت تحت التعذيب رابطة مهات المختطفين بمحافظة حجة أدانت تعرض مختطفين للتعذيب حتى الموت في سجون الحوثي خلال الأسبوع الماضي وكشفت الرابطة عن تعذيب المختطف يحيا النشم حتى الموت بعد اختطافه بشهرين الرابطة رصدت اختطاف أكثر من ثلاثمائة وسبعين مواطنا من محافظة حجة وتغييب العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية محملة ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن عمليات التعذيب والاختطاف والاخفاء رحلة القهر والأسى تتوزع بين ضفتين خلف القطبان حيث يعيش المئات من المختطفين والمخفيين قسرا تحت رحمة جلادين لا يخضعون لسلطة أي قانون وفي الخارج أسر تنتظر منذ سنوات أي معلومات قد تقود إلى معرفة مصير ذويهم قبل الحديث عن الإفراج عنهم أو محاسبة جلاديهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر